اشتركوا في القناة 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 هنا عندنا ثلاث مسائل في هذه الأحاديث بأسرها فيها بفضل من ربنا ونعمة كما قلنا مسألة الهمة في الصلاة وعدم الكسل والفطول بهذه الهيئة وقد قال للمسلم صلوا كما رأيتموني وصلي يجنح يخوي خوى بيديه يعني جنح بيديه حتى يرى وضحوا إبطيه يعني من ورائه وإذا قعدت مؤن على فخدي اليسر فهنا التجنيح في هذا الباب كما قلنا حتى يخالف ويفارق يعني هيئة انبساط الكلب وفيها أن ظهور وضح وبيض الإبط ليس خادشا للمروة وأننا مسلم كان نفعل ذلك نشاطا وأن هذه هيئة التواضع والخشوع والخدوء لله جل في أولا حتى أمام قال لو شاءت بهمة أو بهمة أن تمر لمرت قالت عائشة رضي الله عنه في المسألة الثانية وإذا قعدت مؤن على فخدي اليسر قلنا الجلوس للتشاهد عندنا نتشاهدان يعني الحنفية قالوا الافتراش كليا والمالكية قالوا التورك فالشافعية والحنبلة هم أسعد الناس بالدليل قالوا بالتفصيل قالوا إذا كانت الصلاة الربعية أو الصلاة الثلاثية فهنا التشاهد الأوسط يكون بالافتراش وهذا الأصح لماذا؟ ليستعد للقيام؟ أي صار ليستعد للقيام والافتراش هو أنه ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسراء ويجلس عليها يعني هذه القعدة هي تيسر على الإنسان أن يقوم لكن لو كان توركا فيها صعوبة إلا إذا كان انتهاء من الصلاة وزكاة الرابعة أو الثالثة تورك والتورك هو أن ينصب اليمنى أيضا ويفترش اليسراء لكن يجعلها تحت اليمنى المنصوبة ويجلس على المقعدة مجلس على اليسراء يجلس على المقعدة يجلس على المقعدة المتراش أولا؟ الافتراش التشاهد الأوسط والتورك التشاهد الأشيخ دي تارت مرة فالافتراش يكون في الأولى والتورك يكون في الثانية لكنه يجلس يجلس يطمين لطمينان خشوع في الصلاة ولطمينان رقل من الأركان رقل من الأركان الصلاة ورواه البخاري التورك في التشاهد الأخير من رواه أبي حميد السعدي وكذلك رواه أبو داود والترميدين وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه واتشاهد بعد كل ركعتين من ربعية وصفة الجلس بين السجدتين في التشاهد أو التشاهد الأول كلها على إيش؟ على الافتراش كلها على فلنستعداد لمساءة بعدهم من الأركان وأيضا قالت في المساء الأخرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتحوا الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين هذه فيها أمور الأمر الأول أن تكبير الأحرام هي رقل من الأركان الصلاة ولذلك قال الإنسان تحريمها التكبير وتحريلها التسليم فكان يستفتح الصلاة بالتكبير قال إذا أردت الصلاة فأسبغ لدوء ثم استقبل قبلة ثم كبغ وأنه السلام كان لا يبدأ الصلاة إلا بالتكبير ويقول صلوا كما رأيتموني وصلي صلوا كما رأيتموني وصلي والقراءة بالحمد لله رب العالمين هنا لا تتعرض إلى الجهر أو الاستسرار ولا تتعرض أيضا ليش؟ المسألة الخلافية من العالمين هل يل بسملة؟ آية من الفاتحة أم لا؟ هل يل بسملة آية من الفاتحة أم لا؟ قالت يبتدي القراءة أو القراءة بالحمد لله يعني أول ما يقرأ الفتح والفتحة رقنا أيضا من أكان الصلاة قال الإنسان من صلى صلاة الله ما يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 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 وقال الله صلاة الله ما يقرأ بأم بأم الكتاب ثم بيانت هيئة الركوع أنه لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصبه رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان فهنا الافتراش بيانت وكان يقول في كل ركعتين التحية لكن هنا في خلاف بالعالماء عندما يقول التحية هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فبعض رماء قالوا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعض رماء قالوا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث كأنما على الرأس فالخلاف في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشاوض الأوسط قال به شفاي وقال بالوجوب والحقيقة أنها مستحبة وأما الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ملكية والحنبلة لا يرون وجوبها في التشاوض الأخير وأما الشفاي والحنبلة يرون أنها ركن من أركان الصلاة وقد قال الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي ولما قيل له كيف نصلي عليك علمنا كيف نصلي قال قولوا اللهم صلي على محمد وكان ينهى عن عاقب الشيطان وتعالى كان ينهى عن افترش الرجل العيه افترش السبع انبساط الكلب او افترش السبع وهي واحد في هذا الباب ولذلك كان يجنح باب هو وأمي وكان يختتم الصلاة بالتسليم وكان يختتم الصلاة بالتسليم كده شوف رأيت القط كيف يجلس أغضت الكلب كيف يجلس أجلك الله وكان ينهى عن عاقب الشيطان وفصر ابو عبادة غير بالإقاع المنه عنه ايه الإقاع المنه عنه عندنا إقاع إقاعهم سنة بين سجدتيني وإقاعهم بمنه عنه إقاع السنة هو أن ينصب رجالي الاثنين هكذا ويجلس على على كعبين تعفوها لهم طيب خلاص هذا هو إقاع السنة ده الافترش وإقاع السنة هنا فيها أقول في الوسط ده اسمه الإقاع منصوبة تاني وتجلس على على الكعوب ماشي الافتراش هو الافتراش بتجلس على الرجل اليسراء والتورق بتجعل اليسراء تحت اليمنى المنصوبة وتجلس عليه على المقادة اللقاء بقى نعم أخي مش لازم يا من السنة اللقاء المنه عنه أن توسع منصوبتان القدمان منصوبتان لكن تفرج بينهما ويجلس على المقادة عملانه مباكرة فيه ده المنه عنه هو صورها بقى والرهاب أتعتقد أن ترى فينا مش شايف مصعب أعمل أعمل يعمل معادة إلا أيهاد بعف عمله ويجلس ما شاف أيهاد هذا اللقاء اللقاء هنا أن يجلس يفرج بين الخدمين ويجلس على المقادة نعم ما خلاص يتعامل ما شايف يا دي هذا السنة المنه عنه بقى توسع الاثنين توسع بالليل وتوضع على المقادة أيهاد تنزل على المقادة على الأرض بس بارك الله فيك طيب إذن في قول كان يفتتح الصلاة بالتكبير فيها إذبات التكبير في أور السلوات وأنها يتعين لفظ التكبير الله أكبر شافية قالوا كذلك وقالوا لا يصح غيره وقالوا قد يصح بالله الأكبر لأنها لا جادة في التعظيم قلنا الألفاظ توقفية وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوه كما رأيتموني وصلي أبو حنيفة قال أي لفظ يا حبيبي ربنا نرد عنكم ربنا نحفظكم نحن أسفين جدا أي لفظ في التعظيم فهو يصح أي لفظ في التعظيم فهو يصح وأما القراءة فكان يستفتح بالحمد لله رب العالمين وهذا استدال أبي مالك على أن البسمالة ليست من الفتحة وصح أنها لم تتعرض للبسمالة وبعدين عندنا محكم في قوله صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها لأنها كأنها سئلت عن السورة التي يفتتح بها الصلاة فقال الحمد لله ورب العالمين وفيها أن السنة للراكع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخره وأيضا فيها ركنية الاعتدال وجوب الاعتدال إذا رفع من الركوع وأن يستوي قائما وقال له في رواية فاعتدل قائما حتى تطمئن قائما وقد قال أن السلام صلوا كما رأيتموني وصلي وفيها أيضا السجود ركن من أركان الصلاة والجلوس بين السجدتين ركن من أركان من أركان الصلاة وكان يقول في كل ركعتين التحية في حجة الله أحمد محمد أو نافقه من فقاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان يعني قائما في كل ركعتين كان يقول التحية لكن هذا لا ينتهد للوجوب ما في دفضع الله أكبر أستاذ زهبي أستاذ زيحة الله أكبر أستاذ حسام حسام والعبد العزيز أو أنت كلها واحد كيف يكون واجب أنا أقول هذه لا تنتهد لا تنتهد لا تنتهد لا تنتهد لا تنتهد لا تنتهد الحقيقة قال أن نفس السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وقالوا صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقول التحيات إذا صلى فليقول لم لم إيش لم أمر بل وجوب والحقيقة أن الذين قالوا بأنه سن وليس بواجب قالوا عندنا صارف قلنا ما الصارف قالوا قام نفس السلام في الشهد الأوسط ولم يأتي به وجبره بالسجود فهذه دلال نوعي ليس ركنا لأن ركنا لا يجبره السجود لا الركن لا جبر له إلا أن يأتي به إلا أن يأتي به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه العربي حتى حين علمه فرود الصلاة وقول وكان يفر يشوريج له اليسراء بيانت كيف الافتراش في هذا الباب والافتراش كما قلنا في كل جلسات الصلاة بين السجدتين بعد السجدة عند الاستراحة جلس الاستراحة دخلنا بأنها جلس الاستراحة سنة كلها الافتراش وفي الأخير قبل التسليم يكون وآسف اللفظ يعني رأيت كل الإخوة ولا واحد فيهم فاهم أي حاجة في هذا الباب ولا مطبق أي شيء من هذه السنة مشاء الله كله بيصلي أمامي أولا سلمت ونظرت ولا واحد وجدته بيطبق الأمر صحيح وهذا أمر غريب يعجب فلاهتمون بهيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن هنا أبو حنيفة رضي الله قال بالافتراش في كل الصلاة كما قلنا احتج من احتج بأن الافتراش سنة أو تشهد الأوسط سنة بأن السلم جبره بالسجود عندما لك يسن التورج وأن يخرج إجرال يسرى من تحت أفضي بواركه إلى الأرض وصح كما قلنا أن السنة يجلس في كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقوبها السلام هو ده متفق من أحمد محمد والخلاف بينهما فين في صلاة الفجر فقط فأحمد قال بأنه يفترش والشفائي قال يتورك لحديث أنه كان كان يتورك في الصلاة التي يعقوبها التسليم حديث أحمد أو غيره والحقيقة أنه ورد في السنة أن السلام تورك وأنه افترش فإذا نقول أنهما سيان أنهما سيان أما أبو حنيفة فقال افترش في كل الصلاة محتجا بحديث عائشة رضي الله أنه كان يفترش في كل الجلسات وطبعا البخارية الشفع احتج بحديث أبو حنيفة السعادية في البخارية وفيه تصريح بالافترش في الجزء الأول والتورك في آخر الصلاة ويبقى حمل حديث عائشة في كل الجلسات إلا الجلسة التي عقوبها السلام والمرأة قلنة الرجل في الأحكام فجلوس المرأة كجلوس الرجل وصوت النفل القصادة الفريضة كله سواء كان يختتم الصلاة بالتسليم هذه فيها دلالة على أن التسليم روك كان الصلاة وأبو حنيفة لا يرى ذلك يرى الجلوس قادرة شاهد فقط ولو آخر جريح انتهت الصلاة هذا كلام عجيب وتقال السلام تحريمها التكبير وتحللها التسليم وفي دليل على أن التسليم روك لقول النبي السلام صلوا كما رأيتموني وصلي فمالك والشفي وأحمد وجمه العلماء من السلف الخلف يرى أن السلام فرض ولا تصح الصلاة إلا به مع أنه في المسيق لصلاة لم يقل لم يقل له ما أمروش بالسلام لكن نحن نقول هو أمر بما بمن خرم عنده الصلاة فيه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي هو سنة لو تركوا صحة صلاة هذا عجيب قال أبو حنيفة لو فعلا منافيا للصلاة من حدث أو غيره فهذا تهديم للصلاة هذا تهديم للصلاة حقا احتج الجمهور بما ذكرناه في الحديث الأخر في السنة عبدالعود قال مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور وتحليلها تحليم والتكبير وتحليلها التسليم والمشروع في ذلك تسليمتان وتسليمتان وتسليمتان الأولى هي هي الفرد الركن والثانية مستحب مزام مالك وفي طائفة المشروع تسليمتان واحدة هو قول ضعيف جدا وعن الشفعي ومن قال بتسليم الثانية فيعنده سنة وشزت بعض الظاهرية والملكية فأوجبوا التسليمتان والصحيح أن التسليم الأولى هي ليش وإلا فلا الفوائد المستنبطة عمدت الوجوب في قول صلوا كما رأيتموني وصلي فضل الصحابة على الحرص على نقل كل شيء كان فعله النبي سبح تكريم الله للإنسان بالنهي عن تشبه بالحيوان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخيا حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك وعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم بقدر الهمم